السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله منطقة الحوز بالمغرب كانت بلدة طيبة ذات طبيعة خلابة أبدعتها يد الخالق عز وجل أهلها كانوا يعيشون في سكينة وطمأنة ووئان كان ربها يأتيها برزقها من كل مكان أناسها مؤمنون طيبون مكافحون كانوا يكرمون الضيف ويحبون الإحسان وغالب نشاطهم يقوم على الفلاحة وتربية المواشي ورعي الغنم بنايات مساكنها متناسقة فيها من الجمالية والبساطة تغري السياحة بالتردد إليها باستمرار وكان أهلها مواضبون على الصلاة في أوقاتها يحبون الله ورسوله إلى أن جاءهم الأمر من عند الله سبحان الله إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون فجأة بينما الناس نائمون في تلك الليلة جاءهم الزلزال كان مدمرا سبع درجات على سلم ريشتر في تلك الليلة الأليمة ظمر الزلزال كل شيء حتى المساجد مساجد القرى انشقت والأسواق التاريخية تهدمت وصار الناس في العراء ضمار وخراب في كل شيء لقد طال البنيان والإنسان والحيوان والسيارات وكل متاع الناس ضمار في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ترى الأهالي والساكنة وجدوا أنفسهم مشردين الضحايا عددهم كثير جدا حوالي 3000 من الموت والمئات من المصابين والكثير من الذين ما زالوا على تحت الأنقاض أزيد من خمسين ألف وحدة سكنية بعضها طالها الإنشقاقات والكثير منها تهدم بالكلية والبعض الآخر ابتلعته الأرض ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نرى قدرة الله في هذه الأماكن نرى جلال الله نرى عدمة الله اللهم لطف بعبادك اللهم لطفك يا كريم الله لطيف بعباده لا إله إلا الله السيارات والحيوانات ومتأمتعة وضاع كل شيء ضاع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس يبكون بالليل والنهار القلوب ارتجت والمساكن تهدمت والأرواح أزهقت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ندفك يا رب رحمتك يا رب رحمتك يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير على إثر هولي الصدمة هب المغاربة جميعهم لتقديم يد المساعدة وكانت قوة الجيش والقوة العسكرية في مقدمة من هب للإنقاذ وجاء الدعم والمساندة من طرف باقي القوات من الضرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرها من السلطات لإنقاذ الهلك والمصابين الذين شعروا بصدمة قوية من أتى الزلزال الموتى كثير حوالي 3000 من المصابين الناس صدموا إن لله وإن إليه راجعون والجتت في كل مكان وبدأت عمليات الدفن تتم مع الأهالي وصلوا عليهم صلاة الجنازة وإن لله وإن إليه راجعون وإن القلب لا يخشع وإن العين لتدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق لكل مغربي أن يفتخر بوطنيته ويفتخر بمغربيته ويفتخر بما رأاه من أعمال صالحة تحية إكبار وإجلال للقوات المغربية وللجيش ولكل الجهات التي تعمل في التجهيز وفي كل القوات التي ساهمت بشكل قوي وفعال وبشجاعة من أجل إنقاذ الأرواح البريئة رجالا ونساء قدموا الدعم وقدموا اليد المساعدة وضحوا بأنفسهم وبالغوا في ذلك من أجل إنقاذ الأرواح فما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله الرحمة والمغفر لجميع الأموات كبارا وصغارا ذكورا وإناتا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فمن سقط عليه الردم فهو شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد في الساعات الأولى من هذا الحدث كان الناس البسطاء من الدوابير المجاورة هم الذين هبوا للإنقاذ وتقديم المساعدات الضرورية ولكن ما لبت الأمر حتى جاء المدد والتضامن والتآذر من طرف العديد من أبناء الوطن من مختلف المدن والقرى والمداشر والأقاليم المغربية جاءوا بالمدد جاءوا للتضامن جاءوا للتآذر جاءوا لكي يقدموا يد المساعدة لإخوانهم من المدينة إلى القرية محملين بالكثير من وسائل العيش الكريم من طعام وشراب وكساء وغطاء ودواء حتى الأدوية أنواعها وأشكالها الشباب تبارك الله والرجال والنساء تحية إكبار وتحية إجلال على هذا الخير الذي قدموه يتنافسون في تجاوز كل السعاب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كل المساعدة الضرورية وصلت في الوقت المناسب والناس كانوا فرحين مسرورين وكأنها مسيرة خضراء مدفرة للتضامن والتآذر والعالم كله صار مشدوها مما رأى من هذه الخيرات وهذا الإحسان وهذا العطاء وهذه المحبة والمودة فلله الحمد ولله النعمة ولله الشكر على ما أعطى وأسدى يا مين يا ربي كريم سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين الجالدة الملك محمد السادس أرغم ظروفه الصحية كان أول المتبرعين وبدأ يتفقد المرضى والمصابين في المستشفى المركزي بمراكش ثم شرعت جميع القوات الأمنية والعسكرية والدركية وغيرها كل القوات باختلاف اختصاصاتها شرعوا في التبرع بالدم الذي هو أغلى شيء في الوجود يعطونه عن طواعية وبكل طمأنينة ثم جاءت جحافل المواطنين من كل مكان رجالا ونساء بغزارة مكثفة جاءوا ليعطوا هذه المساعدة للتبرع بالدم بل وعجزت مراكز تحقن الدم في كل ربوع مملكة عن استقبال المتبرعين ونصبت الخيام العسكرية التي تقدم الدعم والمساعدة والمخابز والمطابخ لأدد الطعام ونصبت المستشفيات ووحدة الصحية والطبية لتقديم العلاج لألوان سبحانك يا جليل سبحانك إنها ملحمة وطنية جديدة تسطر في هذا القرن يجدر أن تكتب بميداد من الفخر والاعتزاز فالمغاربة الكرماء من أهل الفضل والإحسان أعطوا وأجزلوا العطاء حتى فاض الخير على الأهالي في كل البناطق المجاورة كل شيء مواد غدائية ومشروبات متنوعة وأغطية وأكسية وأفرشة ومرطبات وكل شيء شاحنات تأتي من كل الجهات محملة بالخيرات من كل جهات المغرب من شماله ومن جنوبه ومن شرقه ومن غربه ومن وسطه الكل يتقدم للعطاء كل الناس فرحين مسرورين رجالا ونساء كبارا وصغارا يعطونه عن تطوع وعن طواعية وفاض الخير ما شاء الله يا رحمن يا رحيم نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع حتى ملائب كرة القدم سوف نرى بأن أيضا رفعوا هتفات التضامن حيث كان هناك مباريات عقدت في عدة مناطق تزامنت مع أحداث هذا الزلزال وسوف يستغل الشباب والرياضيون هتفاتهم داخل الملعب من أجل التأكيد على التضامن والتآذر وعلى العزاء الكل يقول إن لله وإن إليه رجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعالم كله ينظر إلينا ويتفرج وهو مندهش لهذه القوافل التي تأتي بالليل والنهار تقول ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذا العطاء وعلى هذا الكرم وعلى هذا الدعم المادي والمعنوي واستؤنفت الأنشطة الملكية السامية في جلسات مستعجلة لوضع قرارات استعجالية من أجل إعادة الإعمار والبناء لهذه المناطق وإن لله وإن إليه راجعون السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله